أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية وصول خمسة ألاف رأس أبقار حية إلى ميناء سفاجة على متن مركب من جيبوتي وذلك لطرحها خلال موسم رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بسعر مائتين وخمسين جنيها للكيلو مما يساهم في ضبط الأسعار بسوق اللحوم مع توفيرها بجودة عالية وذلك في ضوء الاستراتيجية التي تتبعها الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الغذائية للمواطن المصري في كافة أنحاء الجمهورية بأسعار مناسبة وأشارت وزارة التموين أنه تم التعاقد على كميات ضخمة من رؤوس الماشية من السودان وجيبوتي بهدف طرحها في معارض أهلا رمضان والمنافذ السلعية إضافة إلى التعاقد على خمسة وعشرين ألف طن دواج برازيلية مجمدة مؤكدة أن الاحتياطية الاستراتيجية من كل السلع يكفي مدة تصل إلى 12 شهرا مؤكدة اشتركوا في القناة